أعلن مصدر في حركة حماس أن الحركة قبلت مقترحاً أمريكياً لبدء محادثات بشأن إطلاق صراح رهائن الإسرائيليين بما في ذلك الجنود والرجال خلال 16 يوماً بعد المرحلة الأولى من الاتفاق وقال المصدر إن الحركة وافقت على التخلي عن مطلب الالتزام من نحو إسرائيل أولاً بوقف دائماً لإطلاق النار قبل توقيع الاتفاق وسوف تسمح بتحقيق ذلك عبر المفاوضات خلال مرحلة أولى تستمر ستة أسابيع وذكر مسؤول فلسطيني مقرب من جهود الوساطة الدولية أن المقترح قد يؤدي إلى اتفاق إطاري إذا وافقت عليه إسرائيل وسينهي الحرب الدائرة منذ تسعة أشهر بين إسرائيل وحماس في غزة